هل يجب أن أصلي وأغمض عيني؟ علماً بأنني عندما أغمض عيني أزداد خشوعاً وما أفتح عيني أفكر بأمور الدنيا أحياناً إيه بس هم في ناس إذا غمضوا ممكن ينام إذا غمض السنة فتح العينين في الصلاة وقد سئل الإمام أحمد عن تغميض العينين في الصلاة فقال ذاك فعله اليهود ينبضون أعينهم فالإنسان آصل يفتح عينيه لكن إذا كان هذا الأمر يؤثر في خشوعه كان يكون أمامه مثلاً مثل الآن الكتابات أو غير ذلك شيء يشغله يعني أمامه أو في الأرض شيء يشغله بحيث لو فتع إن شغل به هذا نعم يغمض عينيه لحاجة سبب طيب أما أنه دائماً يصلي مغمض العينين خطأ فالأصل أن يفتح العينين وينظر إلى محل سجوده وفي التشهد ينظر إلى إصبعه هذه السنة ولكن يغمض عينيه إذا احتاج إلى ذلك إذا كان مثلاً يذهب الخشوع عنه إذا فتع عينيه ليس دائماً يحاول أن يتعود على فتح العينين في الصلاة والعلم عند الله جل وعلا